عياكم الله جدل مستمر بين كتل المجلس النواب بشأن قانون الانتخابات الجديد الذي يرى فيه البعض محاسن كثيرة وفي حين يرى آخرون سيئة لأنه يهدر أصوات فئات عراقية مهمة مثلاً كالنازحين والمهجرين وساكني العشوائيات ومن أبرز ما يحسب للقانون الجديد هو الانتقال من نظام التمثيل النسبي الذي يعتبر كل محافظة عراقية كبيرة دائرة انتخابية واحدة لا يمكن الفوز فيها إلا بعد الانضواء ضمن قوائم انتخابية كبيرة الترشيح الفردي بعيداً عن القوائم في دوائر انتخابية صغيرة ويرى مراقبون أن ذلك يعد إضعافاً للأحزاب التقليدية التي حكمت العراق منذ أول انتخابات ويجريت في عام 2005 ومن ميزات هذا القانون أنه قضى على آلية سانتيليغو كما أن الجديد فيه هو مراعاة التركيبة الديمغرافية والجغرافية للمناطق العراقية إذ قسم المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأغضية أي المدن ولكل مئة ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني في حال قل عدد القضاء عن مئة ألف يدمج مع قضاء مجاور للتلافي تلك الإشكالات حديث بغداد لهذه الليلة سيتناول قانون الانتخابات الجديد صراع جديد